هنزا ايدان ما نقللك اهلا وسهلا فيك بفوشيا حابيني اتطرق معاك بداية للمجموعتين الاخيرتين يلي اطلقتين الاولى حملت عنوان اوركيدي والتانية ديلال ومثل ما شفنا انه كنت متقلقة فيهم باسبوع الموضة بباريس خلينا نحكى اكتر عن هالمجموعتين وطبعا ليش اخترت توحيد الالوان لانه بالاولى شفنا الازرق وبالتاني شفنا الاسود البلو اوركيد يلي كان اسم المجموعة عن اوركيدز اناتومي لما كنت عم بعمل ريسيرتش عن وردة الاوركيد هايدي النبتة اللي هي عالم كتير كبير فبشوف بقرة انه البلو اوركيد كانت هي الزهرة النادرة نادرة الوجود مش دايما موجودة وكانت بس محصورة على الطبقة الارستقراطية قديما فكانت غالية لانه لا يبحثوا على عنا ولا يلاقوها كانوا يتسلقوا الجبال بشمال جبال شرق الهند فلهيك التلايمة بوحد اللون وبعمل الكلكشن كلها من اللون الازرق وهيك صار بينما بالمجموعة الثانية انشانتت شادوس رحنا كمان للطبيعة بس هالمرة لقوة الطبيعة لفرج القوة يلي ممكن صلة الواصل بالقوة بين الطبيعة وبين المرأة بما انه هالمجموعتين مميزين عندك فاكيد الخامات اللي استخدمتها كمان هيك ملفتة خبينا اكتر عنا هلأ بالبلو اوركيد لقينا شوي صعوبة بالالوان لانه عم حدت لون المجموعة فبدا تكون الالوان متناسقة من اول ما بتبلش المجموعة لاخرة قديش اخدت وقت حتى يصبغل اكتر اغلب الاميشن صبغيت نشغل عليها ليكون في اندماج بالالوان حتى فسطان العرس نعمل كان يعني هيك مثل البلو لايت بلو يعني شوي ميل للغيوم فاللون ما بدي يكون الازرق كتير قوي لانه فضلت انه ما يكون لون الفسطان من الابيض المجموعة كلها زرقه وفصان العرس ابيض لها فلهيك اخدوا وقت بس كان شغل اعطيته كتير من وقته بس الحمد الله كانت المجموعة كتير ناجحة بينما الانشانت الشادوس رحنا للطبيعة لقوة الطبيعة سوى منشوف بالتصاميم كانت عم تتجسد قوة الطبيعة بالتصاميم وعم نفرجيها كيف ممكن المرأة شو هالتناغم ياللي بينها وبين الطبيعة الاركيدي اوكي بان هي وردة والمرأة بس يتغزل فيها بيتغزل بجمالة بشبهوها بالوردة اليوم شو الرابط بيناتن للزلال والامرأة هلا الشادو متل ما منعرف هو البالنس بين العتمة وبين النهار فهون انا عملت هايدي الصلاة بالمرأة كمان المرأة عندها التوازن يلي عند المرأة بالتو سايدز اللي موجودين فيها يلي هني الدارك سايد واللايت سايد كل شخص عنده غولة التو سايدز بالمفهوم اللي ما نعرفه نحنا انه الدارك سايد يمكن في كتار بيفكروا انه شي ناجاتف او من خاف من العتمة او من الدارك سايد انا بالنسبة لي عند المرأة الدارك سايد هو قوته هو صلابته هو عدم استسلامه انه ما بتقول لا اده شيء قويه اده شيء مثيبر بينما بني وعن تنصف الامرأة بالذب بينما اللايت سايد بنروح بنرجع للسايد يلي امومته ونوزته حنانه قداش هي معطاء فهو منو تتحول من الى هني الاتنين موجودين فيها بس كل بارت بمحل معين عم تستخدمه المرأة كان الملفت كمان انه بالمجموعتين دايما قصة الصدر مختلفة وحتى اذا استخدمت الياقة كمانا كنت تروح الامور هيك كتير مميزة بالبلو اوركيد الكولكشن كان عم نشوف زهرة الاوركيد عم تتجسد بكل دراس بطريقة مختلفة يعني نحن هايدي الاموركيد اناتومي شرحناها لهيدي الاموركيد وخلينا عم نشوف بهولي التصميم بكل تصميم كان عم نشوف زهرة الاوركيد بطريقة مختلفة عن التصميم التاني واذر بالابة بالاكمام بشكل الفستان بس طبعا بالمجموعتين الابات شكل تصميم الاموركيد اناتومي مختلف عن الانشانتد شادوز بالسلوات تبع الفورست التصميم اللي استوحيناه من الفورست اكيد اخدوا غير شكل غير اتجاه طبعا عن الوركيد اناتومي ننادر جدا بالهوت كوتور نشوف في تصميم الفستان قصيرة هيدا الامر شفناه عندك بالمجموعتين شفنا فستان قصيرة هوني لنروح لزوء المرأة هم كون عم نرضي حواء العربية والغير عربية بكل ازواءهم في ناس بحبو يلبسوا القصير في ناس بحبو يلبسوا الدايب بحبو يلبسوا الواسع الطويل فهون الست لما عم بتشوف الكولكشن اللي حابة تلبس قصير الزوء موجود اللي حابة تلبس طويل واسع دايق فالكولكشن تردي كل الازواء بمجموعة أركيدي شفنا خلال العرض انه في شاب كان عم يرتدي كاب حسيني حلو كمانا ولكن انت بهيد التصاميم لمين عم تتوجه ايا فئة عمرية من الشباب وهل بتحس انه في قبال على ارتداء هيدا الكاب مؤخرا عم نلاحظ انه العباية او الكيب عم نشوفها كتير ايا فئة عمرية اغلب الشباب عم بيحبوا يلبسوا طبعا مش الشباب الصغار عم بيحبوا يلبسوا هيدا الكيب او هيدا العباية فيه مناسبات كتير مناسبات رمضان مناسبات ريت كاربت عم نشوفها مؤخرا كتير وهون حسب ابداع المصمم فينا نروح فيها من عباية او من كيب كتير بسيط لكيب مليء بالاحجار والتطريز يعني اليوم تعتبر انه فيه اقبال طبعا اكيد اكيد موضة هلا انا بحس الاتساترانت صارت الكيب للرجل خلينا ننتقل لعروس هند زايدان شفنا كمان كان عنده حصة الاسد بهالمجموعتين اول مجموعة مثل ما قلت الفسطان كان من اللون الازرق الفاتح كان فسطان واسع وكبير للعروس اللي بتحب انه يكون عنده طلة مثل ما بنقول الملوكية فسطانه كتير كبير بينما بالمجموعة الثانية السلوات طبع فسطان العرس كان بيختلف لانه يعني الحقنا الانسبيريشن يلي كان من الفورست من الغابة فاخدنا الفسطان هيك يكون مثل كأنه السلوات متل ما قلت هيك بالطول طالعة كتير فسطان دايق كان فيه كيب كتير كبير من ورا بس الفسطان كان كان فسطان دايق هون العروس اللي بتحب تلبس الفسطان الديق هون طلبة كان والكيب متل ما قلت هلأ كتير فهيدا الكيب اللي كان للفسطان بالكولكشن الثاني بينقام فيها العروس تلبس الفسطان عند طلطة وبعدين تشرح الكيب بوقت تكملة العرس ترجمة نانسي قنقر